حبيس تسافر باطل في سنة 2014 ولملقيتش كيفاش تبعني في هذا الفيديو ورح نوريلك خطوة بخطوة واش لازم كده كاين بزاف اشخاص روم حابين يسافروا الى العدد من البلدان وما لعب لهمش كيفاش رح يديروا لانه يصطدموا بواقع انه الفيزا يلقاوها صعيبة ولا ما توفرش فيهم الشروط السافر في هذا الفيديو رح نوريلكم خطوة بخطوة ونطرقوا الى بعض المنظمات اللي تقدر من خلالها انك تسافر الى العديد من البلدان هيا نبدأوا الفيديو على بركة الله جميع هذه المعلومات اللي رح نمدها لكم في هذا الفيديو هي معلومات مؤكدة ورسمية ورح ننقلها لكم عن طريق التجربة يعني انا رح نمدلكم الاكسبيريونس تاعي اللي ارتمعها هاد المنظمة نبدأوا باول منظمة وهي منظمة ايزاك رح نحط لكم الشعار تاها اللي هنا ايزاك ايزاك هاد الشركة او هاد المنظمة هي ليست شركة بل هي منظمة عالمية استثبت الحرب العالمية الثانية لما اعتقد وليها كان هادف تاها انها توحد دول العالم ويعزوا روابط العلاقات بينها هاد المنظمة هي منظمة تطوعية كيفاش تقدر تسجيل فيها تسجيل فيها بسيط وسهل جدا واشدير تدخل الى الموقع التاهم اللي يسمو ايزاك ايزاك بوان كوميرا لحط لكم رابطي اسفو في المواقع فيоб τον وصف دخلوا ليه وسجلوا فيها بعد ما تقوم بالتسجيل الاولي في هاد المنظمة تروح تختار مشروع من المشاريع اللي ركحي أنتك تساهم فيه وتقدم عامل تطوعية الاعمال تطوعية ايزاك وهنا مثلا في هاد المنظمة عدة اشكال فيها يا اعمال تطوعية اللي تقدمها انتا بدون مقابل وفيها اعمال تطوعية اللي تقدمها انتا وermeث المنظمة هذه رحات تعطيك معونه راح بتاعونك شويا وكان أعمال تطوعية أخرى بالعكس يعود ما هي تمدلك انت اللي راح تمدلها مبلغ معتبر اللي هي مثلنا 40 من 20 حتى 40 أورو على حسب البروجي هذه منظمة أيزاك أحد الشروط اللي تطلبها منك منظمة أيزاك باش تطوع ولا تشارك في أحد الأعمال تطوعية تاهمة انك تبعت مبلغ مالي معتبر من 14 مئة حتى زوج ملايين جزائرية تبعتها لأحد المراكز راهم دائرين مراكز عديدة في العديد من البلدان العربية فى الجزائر راح بوجود المركز تاهم فى باب الزوار أحد المراكز Wallah glad my friends الإعمال لعديد من المراكز فى الجزائر ولكن dialog eines المركز اللي نعرفه هو مركز باب الزوار أنا هذه المنظمة اشتركت فيها وقمت فيها بها ومن خلالها بآمال تطوعية في ثركيا والحمد لله هاذي المنظمة كيفاش راح تعاونكم و abuse المنظمة باش تحصلوا على الفيزا بعد ما تقوموا بالسجيل الاولي في موقع المنظمة الان تأتي الخطوة تختار البلد اللي راك حاب تروح لي تختار مثلا فنلندا اختار فنلندا وتدخل وتشوف الامال تطوعية المتوفرة في هداك البلد وتخيل العامل التطوعي بعد ما تخيل العامل التطوعي بتاعك راح يتواصل معك تيم او الفريق بتاع العامل التطوعي الموجود في فنلندا يتصل بك عن طريق الواتساب او عن طريق الفيسبوك او عن طريق الانستجرام او موقع تطبيق زوم ويتجروا معك محلطة اغلبية العامل تطوعية فيها شرط احد هاتي الشرط هي توفر اللغة الانجليزية مش لازم عليك تتكلم اللغة الانجليزية بطلقة ولكن يكون عندك مستوى جديد اه في اللغة الانجليزية تقدر تتواصل او تقدر تفهم او يعني يتقدر تعبر عن نفسك باللغة الانجليزية راحين هما يديروا معاك مقابلة باللغة الإنجليزية عبر تطبيق زوم أو واتساب ويشوفوا الإنجليزية التيعك إذا لقوا الإنجليزية التيعك مليحة مفهومة مش لازم قود كم تكون الإنجليزية مليحة تكون عادي نورمال راحين يوافقوا لك وراحين وش يديروا هنا تأتي وهنا بيت القصيد راحين يبعتوا لك ورقة يكتبوا لك ورقة وش يكتبوا لك فيها يطلبوا من صفارة فيلندا بالجزائر أنهم يعطوك الفيزا ويسهلوا لك في إجراءات الفيزا وبهذه الطريقات تتحصل على فيزا فيلندا مجانا أو بدعوة مجانية الحاجة المليحة في هذه المنظمة أنها منظمة معترف بها ومضمونة يعني ما تخافش من حقك يروح ولا يتلحق لتما وتلقى البروجي تم إلغاؤه يعني العمل تطوعي راح تقوم به راح يلغيوه ما كانش إذا لغاوه راح يرجو لك حقك والحاجة المليحة أيضا أنه كتراح كتكون راح تخير البروجي والعمل تطوعي راح تقوم به أنك تقدر تخير اكوميديشن تخير بروجي مثلا فيه وين عندك وين تبات عندك وين تاكل باطل يعني ولا قادر تخير بروجي اللي ما فيه وين تدبر راسك تكري في غتال ولا ربي سهل عليك المهم عندك هادو جميع الخيارات اللي تقدر تخيرهم قبل ما تقوم قاجي وقبل ما تروح لبلاد اللي راكحب تروح لها إن شاء الله المهم هادي طريقة من أحد الطرق اللي نعرفها أنا باش تسهل على روح كنتا كيفاش تجيب الفيزا تا أحد البلدان اللي راكرا ناوي تروح لها إن شاء الله هادي بالنسبة لمنظمة أيزاك الآن نروح للمنظمة الثانية وهي منظمة وولد باكزلر ها نحط لكم الشعار بتاعليها هنا هاد المنظمة تختلف على منظمة أيزاك في اختلاف كبير جدا وهو فارق السن منظمة أيزاك تشترط أعلى سن وأكبر سن اللي تقدر تتطوع فيه هي 27 سنة يعني إذا الحقت وفوت 27 سنة ما تقدرش تروح وتسافر مع هذه المنظمة وتقوم بأعمال تطوعية لكن منظمة وولد باكرز بالعكس هي حتى تلحق 40-50 سنة عادي تقدر تسافر معهم وتقدر تقوم بأعمال تطوعية كما يحلو لك يعني كما حبيت أنت المجال المفتوح الاختلاف الثاني مع منظمة وولد باكرز وهي أنك تقدر تسافر وحدك يعني بلون صولو ولا تقدر تسافر مع زوجتاك ولا الأختاك ولا مع العديد من الأشخاص وإنما إذا درت بلون تطوع وحدك لازم تسافر وحدك وإذا درت مع زوجتاك لازم تسافر مع زوجتاك أو مع شخص آخر يعني مش بالتحديد زوجتاك ونفس الشيء مع أيزاك تخير المشروع أو العامل التطوعي اللي راك يحب تديره وحتى يقبل لك صاحب المشروع أو صاحب العامل التطوعي اللي راك رايح لعنده إذا قبل لك تتفاهمه على الوقت واللادات وراحل التسافر والحاجة المليحة أيضا في منظمة وولد باكرز هي أنك عندك العديد من الخيارات أكثر من منظمة أيزاك مثل ماذا؟ عندك مثلا قادر تروح في دير رندوني مع صاحب المشروع اللي راح تدير عنده عامل تطوعي قادر يحوس عليك بالسيارة قادر يعطيك بسكيلات الدور بها يعني عندك امتيازات كثيرة وعديدة أكثر من موقع أو من منظمة أيزاك هذه الحاجة اللي شفتها أنا ونا راني أصلا روحت فيها ويعني وشفتها وعجبتني منظمة وولد باكرز أفضل من أيزاك الاشتراك الشهري في منظمة وولد باكرز هي الله أعلم من 60 حتى 70 دولار وتقدر في 70 دولار هذيك تخلص 70 دولار لك أنت صولو وتقدر تدير دعوة لشخص آخر يعني يقول له عندك مزوج في عد ما تخلص مثلا 70 والسبعين اللي هي 140 تخلص فقط 70 لك وتقدر تعيط لواحد معاك لختك تسافر معاك ومبروك عليكم سافر مجاني المهم لكن هذه منظمة وولد باكرز أنا درتها اللي هنا في برازيل لكن ما نش متأكد إذا تقدروا تديروها من خارج البلاد ويبعتولكم وثيقة يسهلكم بها الفيزا لكن هذه طريقة مليحة اللي راح تسمح لك تسافر وتتنقل وتعيش في بلد من البلدان بطريقة مجانية يعني تقدم الخدمة لتعاك تخدم مقابل الأكل ومقابل المعيشة وين تكن وين ترقاد وين تأكل وين تشرب المهم هادي أبسا بزاف شاب هالي الجزائري اللي مغاربة التوانس اللي رام حابين يسافروا ما عندهم مش بدك دراها ما عندهم مش بدك بيجي قادرين يصرفوا في الأول ولا حابين يديروا ديفلوك كما أنا أنا مثلا راني ندير ديفلوك هكذا في بعض الأحيان نسافر نقوم بأعمال تطوعية والعمل تطوعية هداك عندي ماكلة عندي وين تسكان عندي وين تشرب وأنا عليها غير ترانسفور هدا مكان بعدما كنت شرح ندير لكم فيديو بخصوص هذا الموضوع ولكن كاين مجموعة من المتابعين اللي قاولي يا رمزي من فضلك حط لنا فيديو شرحنا فيه كيف تسافر مجانا في سنة 2024 أو للأقل طريقة تخليك تنقص عليك المصاريف والإذا حطيت لكم فيديو على السريع كيفاش تقدر تسافر أو الطريقة التعي كيفاش نسافر أنا بيها مجانا هنا في برازيل إذا أجبكم الفيديو ما تنسوش خليوا لي التعليق وما تنسوش أشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقوكم لفيديو التعي كامل أخوتي مع بقليغة نقول لكم السلام عليكم تلاف رواحكم وملاقات الخير إن شاء الله سلام